اشتركوا في القناة او انفرس لهذه الاسماء لتكون بشكل عكسي بحيث ان الاسم الاول يكون في اخر الجدول بينما الاسم الاخير يكون في بداية الجدول اي ان اسم جمال على سبيل المثال سيكون في البداية ومن ثم سامر ومن ثم امجد وبعد ذلك في النهاية سيكون خالد سنستخدم طريقتين في هذا الدرس الطريقة الاولى كيف نحصل على البيانات بترتيب عكسي وباستخدام عمود مساعد اذا نقوم بتسمية العمود الترتيب ونقوم بعمل تسلسل رقمي من 1 الى 9 في هذا الجدول في العمود F كما تلاحظ الان دعني اقوم باخذ نسخة من هذا الجدول واعضاها في الجانب الايمان من اجل المقارنة ومن اجل اللافقد الترتيب الاصلي لجدولي بعد ذلك اقوم الان بتحديد كامل الجدول مضافا لها العمود الترتيب ومن ثم مقامة بيانات sort ومن ثم اختار ان sort by الترتيب وايضا بعد ذلك اريد ان يكون الترتيب اعتمادا على largest to smallest وبالتالي ساحصل على ترتيب عكسي للجدول الخاص بي اقول موافق وكما تلاحظ الان اصبح الجدول مرتب بشكل عكسي بمقارنة مع الجدول الذي وضعته في الجهة اليمنى بهذا الشكل نكون قد حققنا هذا الامر نقوم بنسخ الجدول ونلصقه في الجدول الذي تراه امامك وهنا نكون قد استخدمنا العمود المساعد وانا لا اريد هذه الطريقة كيف استطيع الحصول على هذه الاسماء باستخدام الدوال دون ان اقوم باستخدام عمود مساعد كما تلاحظ في الجدول في الاسفل لدي هذا الجدول يحوي الاسم والمعدل الآن اريد انا ان اقوم بكتاب الدالة هذه الدالة سوف تقوم بتوفير معادلة تضع الاسم الاخير في بداية الجدول لتسير بترتيب عكسي من النهاية الى البداية سنستخدم هنا تعليمتي index وتعليمة rose التي توفر لي اعطاء مصفوفة معينة ساقوم بتحديد الاريلي الانديكس فيها كامل اسم الطلاب الموجودة لدي ومن ثم function f4 وبعد ذلك الان اريد ان احدد ما هو الرو نمبر الرو نمبر سوف استخدم تعليمة rose هذه التعليمة التي سوف تقوم بعد عدد العناصر الموجودة ضمن نطاق معين ساقوم بتحديد في الروز الاريلي الكاملة من الاسم الاول الى الاسم الاخير ولكن هي ستقوم باعتماد مبدأ من d10 الى d18 ولكي استطيع الحصول على الارقام التسلسلية للاريلي بشكل عكسي ساقوم بتثبيت ال d18 وعندما ساقوم بالتثبيت وسحب مؤشر الموس انطلاقا من الخلية الاولى الى الخلية الاخيرة سوف احصل على الارقام مسلسلة بشكل عكسي وبكل سهولة وبالتالي بالضغط على enter تلاحظ ان الاسم الذي جاني هو جمال ولاحظ ان المصوفة الاريلي التي تمثل جمال هي كامل الاسماء وعندما اسحب الى الاسفل بشكل خلية واحدة لاحظ معي ان الاسم جاء هو سامر لاحظ المؤشر المؤشر بالاحمر هذا المؤشر يدل على الروز التي قام بعدها فكما تلاحظ تعليم الروز قامت بعد الخلايا او بعد النطاق من d11 الى d18 بينما في الحالة الاولى كانت من d10 الى d18 انا قمت بتثبيت d18 وبالتالي اذا قامت الروز هنا بعد الاسماء من d11 الى d18 فان الرقم سيكون 8 وكما تعلم ان ترتيب اسم سامر هو الترتيب رقم 8 وبالتالي سيحصل على الاسم سامر وهكذا انطلق على كامل الجدول ستتم هذه العملية لاحظ معي الاسم سامر وهكذا اذا قمنا بسحب المؤشر الى الاسم الاخر ومن ثم الى اخر الجدول تلاحظ معي نزول الاسماء بشكل صحيح وبالتالي ايضا هنا نحصل على الاسم خالد لاحظ عندما اضغط على خالد تلاحظ بكل سهولة ان اسم خالد النطاق الملون بالاحمر هو فقط الاسم جمال لانه يبدأ من d18 الى d18 كما تلاحظ تماما وبالتالي هذه المصوفة مؤلفة من رقم واحد وكما تعلم في المصوفة الرئيسية الرقم واحد هو يمثل خالد وبالتالي كانت النتيجة هي خالد بكل سهولة الان ماذا لو اردت الحصول على المعدل تماما بنفس الطريقة سأستخدم تعليم الاندكس وتعليم الروز لكن الري هنا ستكون هي علامات الطلاب او معدلاتهم وايضا اقوم بفانكشن اف اربع لتسبب هذا المجال والرون نمبر سوف استخدم تعليم الروز بنفس الطريقة على الخلايا من اي عشر الى اي ثمانية عشر مع تسبيت اي ثمانية عشر دائما وبينما ستكون اي عشر هي المتغيرة عندما اسحب الماوس على كامل النطاق لاحظ معي جاءت النتيجة هي تسعة وستون واقوم بالسحب فتلاحظ ان اسماء المعدلات الطلاب جاءت متطابقة تماما مع اسمائهم كما في الجدوال الاساسي ولكن بترتيب معكوس بهذا الشكل احبتي نكون قد حصلنا على ما نريد بطريقتين الطريقة الاولى هي طريقة العمود المساعد بينما الطريقة الثانية هي دمج لدالتي اندكس ورو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته